أول شيء زي ما ذكر كابتن هيسم أنه الخانة غير جازبة يعني باعتبار أنه أنا نجي نقول لعبة سودانية وزي ما قال هي عالمية نعتقد معها هي ممكن تكون عالميا لكن حتى تميز فيها لما يكون بالشق العلمي قاعد يكون فيه مدارس كثيرة فيها مستوى حراس عالي جدا جدا ممكن يكون فيه أسابات ليسنين كطويلة المدرسة الألمانية حراسة على مرة العصور متميزين مدرسة الإسبانية وحراسة المرمى حتى في البرازيل شوف البرازيل اللي هي ممكن بتهتم باللاعب العشر اللي هم داخل الملعب من غير حارسة المرمى كان عندها حراس أساطير وحراس ممتازين جدا جدا إحنا غير جازبة لأسباب تانية أنه كان بيفضل أو كان دايما إحنا إعلامنا بميل للاعب وسط الملعب لو سألت أي لاعب في السودان بتلعب شنو؟ وسط بقول لك وسط مشتقاتها شغولة لكن دي كان هي الحاجة المسمعة حتى المدافعين كانت حتى المدافعين يقول لك أنا بلعب وسط عادي فدي الإشكاليات الإشكاليات إنه هي غير جازبة غير كده إنه ما احترامي لها كامل الشخصيات الكبيرة كانت موجودة عندنا في عالم التدريب اللي هم صنعوا عنفسهم بأنفسهم بفترتهم وبعد ذلك تحولوا لأساطير منهم أسماع كبيرة جدا جدا أفريقيا سبي الدودو سبي الدودو حامد بريمة وديرا شوف يعني لما نجي للخليج نلقى إنه مدربين حراسنا السابقين ديرا كلهم جوا مسكوا حراس مرمى في دول الخليج وصنعوا منهم نجوم كبار جدا جدا إحنا ما استفدنا منهم لأسباب كثيرة جدا جدا قلة الموارد قلة نوعية التمارين البنية التحتية دي كلها تكالبت علينا لكن نرجع نقول إنه إحنا لازم نسقل كمان إحنا نقوم عشان ما نجني على الناس الموجودين حاليا ولا للحراس الموجودين حاليا إحنا لازم يكون عندنا تفريخ للكادر التدريبي الوطني السوداني أو أنت تستعين بكوادر للفئات السمية الصغيرة أكاديميات مدارسك السمية فرغك فرغك إنه فيكون فعلا عندي عدد وافر من حراسة المرمى تؤهل عشان تجي لنا إن شاء الله في الغريبة العجل يكون في وفر من حراسة المرمى وفي تنافس مشروع ترجمة نانسي قنقر